للمزيد معنا من مركز القيادة في مينان معنا العقيد محمد الحمادي المتحدث باسم الدفاع المدني عقيد الحمادي سؤالي الأول عن التقنيات الجديدة المستعملة في الدفاع المدني في حج هذه السنة في ضوط وقعات بأن تتجاوز أعداد وأرقام الحج للسنة الماضية جديد التقنيات وجديد الخطط مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة المدري العام للدفاع المدني عملت على الإعداد وتجهيز خطة خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر هذه الخطة اعتمدت على العديد من الإجراءات ابتداء من الوقائية والتي بدأت في المدينة المنورة والعاصمة المقدسة ومن ثم في المشاعر المقدسة تزامنا في تجهيز مخيمات الحجاج الآن يتم تكثيف الجولات الميدانية وجولات الإشراف الوقائي على المخيمات الجاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ليلة ويوم التروية كذلك أيضا الجاهزية لفرق الميدانية وفرق التدخل السريع تزامنا مع تصعيد الحجاج بيت الله الحرام بالتأكيد خطة مدينة عام الدفاع المدني يتم كل عام إحداث التقنيات والتجهيزات والآليات الحديثة وأيضا التقنيات وحلول رقمية هذا العام مدينة عام الدفاع المدني حارصت على استخدام الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال عديد من المنصات لدينا المنصة الذكية لمراقبة المشاعر والتي تعمل على تحليل بيانات ما ترصده الكاميرات المراقبة ومن ثم التنبؤ بالمخاطر والحراك لقدر الله أيضا عملية الربط والتكامل بين كواشف الحريق من خلال منصة الربط الآلي بين كواشف الحريق في مساكن الحجاج وأيضا بوابة سلامة وغرفة القيادة والتحكم عند أي طارق والتنبيه بشكل فوري هذه الإجراءات والحلول تساهم بتحقيق زمن استجابة مثالي وأيضا تحقيق أقصى درجات الحماية والسلام من حجاج بيت الله الحرام بالإضافة إلى خدمات أخرى كالبوابة الجيموكانية والتوائم الرقمية معها والتي تعمل على إيجاد خريطة تفاعلية لمشاعر مقدسة تساهم في إدارة الموقف وتوزيع قوة البشرية والآلية عند التعامل عند إطاره لا قدر الله هذه الحلول والتقنيات تساهم في تحقيق العديد من المستهدفات كتحقيق زمن استجابة صفري منع الوقوع الحوادث من خلال التكثيف المستمر للجولات الميدانية استخدام التقنية في الدورية الذكية التي تعمل على مسح أكبر قدر ممكن من المخيمات باستخدام رمز استجابة سريع ويكشف عليه بشكل سريع جدا وتجلب المعلومات والتعامل معها بالإضافة أيضا إلى التقنيات الموجودة كالمنصة الوطينة دارة مبكرة هذه الحلول الرقمية جميعا هي منضم منظومة إجراءات تعمل عليها المدرعة من الدفاع المدني في المشاعر المقدسة بهدف تحقيق السلام والحماية الحجاجة بيت الله الحرام نعم عقيد الحمادي الشيء بشيء يذكر في ضوء حرارة التقس وبعض الحراق التي تندلع في المنطقة هل تصعف هنا اليوم التكنولوجيا أمام هذا الحشود البشرية الكبرى في موسم الحج من التحسب والتوقي وحتى الإسعاف بسرعة إذا ما حدث أي مكروه لقدر له في علاقة بحرارة التقس خاصة بالتأكيد العملية تكاملية وإجراءات كثيرة تعتمد عليها المدرعة من الدفاع المدني إجراءات تنسيقية أولا مع المركز الوطني للأرصاد بشكل مستمر وخاصة في موسم الحج حول التنبؤات وتنبؤات التقس بشكل محدث ودوري أيضا للإجراءات الوقائية التي تتم من خلال تواجد متطلبات السلامة في مخيمات وساكن الحجاج ومقرات العاملين عليها أنظمة المكافحة الآلية المتوفرة توزيع الكثير والكثيف لنقاط الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة أيضا فرق التدخل السريع جميع هذه الإجراءات التي يتم العمل عليها هي تساهم في تحقيق زمن استجابة مثالي جدا وقبلها أيضا إزالة مسببات الحوادث وخفض مسبب الحوادث في هذه البواقع كما ذكر دائما الخطط يتم إعدادها بشكل مسبق تنم على إجراءات تنسيقية مع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ ومن ثم الإجراءات الوقائية كالزيارات والجولات والوقوف المسبق أيضا المتطلبات التي تحرص المدير العام للدفاع المدين على توفرها في مخيمات وأيضا مساكن الحجاج وبالتالي إجراءات أخرى ميدانية كالوقوف والجولات الميدانية المستمرة بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي هذه الحلول والأعمال الميدانية والتكامل تساهم بإذن الله تعالى إلى تحقيق زمن استجابة عالي وأيضا إزالة مسببات الحوادث بجسبة كبيرة جدا سيد العقيد بما أن عملية الدفاع المدني والحماية في نهاية هي عملية الشاركية خاصة في ذو هذا العدد الضخم من البشر هل من توصيات أو نصاح للحجيج أنفسهم ربما هناك سلوك ما أفضل أو يجنب وقوع الضحايا أو الوقاية ربما أفضل حتى من التدخل الإنقاذي فيما بعد هل على الحجيج أو زوار بيت الله بعض النصاح يطبقوها مثلا لتيسير الأمر عليكم على من يشتغلون عموما بالدفاع المدني كافة الإرشادات والتوعية تم توفيرها في مقرات سكن الحجاج وفي أيضا منظومة النقل ومن خلال الشركات المقدمة للخدمة التي تهدف إلى سلامة وحماية حجاج بيت الله الحرام رسالتنا للحجاج التفرغ للعبادة والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات الموجودة سواء في مخيمات الحجاجة والجهات الأمنية التي تسعى لتحقيق سلامتهم وخدمتهم كل الشكر لك في ختمة المداخلة العقيدة محمد الحمادي المتحدث باسم الدفاع المدني تحدثت إلينا من مكة شكرا وصلا أكثر من مليون وخمسمائة ألف حاج من خارج المملكة إلى السعودية غالبياتهم العظمى عن طريق الجو ومن المتوقع أن ينضم إليهم المزيد بالإضافة إلى مئات الألاف من السعوديين وغيرهم ممن يقيمون في السعودية عندما يبدأ الحج رسميا يوم السبت المقبل مع عودة المناسك السنوية إلى حجمها الضخم كما يتوقع أن يتجاوز عدد الحجيج هذا العام العدد المسجل في عام 2023 حيث أدى أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص فريدة الحج العام الماضي الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم عاقل وبالغ مرة وحدة في العمر إذا استطاع إليه سبيلا تمتد مناسك الحج لأيام معدودة حيث يبدأ خامس أركان الإسلام بالنية للتوجه للحج ومن ثم الإحرام وصولا ليوم التروية ثم الوقوف بعرفة مرورا بيوم النحر ثم أيام التشريق الثلاثة وانتهاءا بطواف الودع بعد الإحرام عند حدود المقات الذي يعد أول مناسك الحج يتعين على الحاج التوجه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة وذلك لأداء سبعة أشواط من الطواف حول الكعبة المعروف بطواف التحية أو القدوم ثم توجه لأداء السعي بين الصفة والمروة سبعة أشواط أيضا في اليوم الأول من أيام الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى أيضا بيوم التروية يتجه الحاج من مكة المكرمة إلى مشعر منه حيث يمضي هناك يومه ويصلي صلواته الخمس جمعا دون قصر ويبيت الحاج في مشعر منه استعدادا لتوجه إلى مشعر عرفات بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة للمزيد ينضم إلينا من مكة مراسل الشرق ناك ميس الزهراني ومعه ضيفه أترك له مونة ترحيب به وسؤاله عبدالله فقط كيف تسير الأمور بعد أن وصل أكثر من مليون ونصف حاج حتى الساعة وقبل أن تبلغ الأمور ذروتها خميس فعلا اليوم هو من الأيام الجميلة لدى السلطات السعودية اكتمال جزء كبير ربما نقول اكتمال العدد الكل من حجاج بيت الله الحرام في بطن مكة وشعابها وأيضا أخذوا أماكنهم في مقر سكانهما ربما يمكن عندما أتوا هؤلاء الحجيج من منافذ المملكة العربية السعودية وجدوا أمامهم جميع الخدمات المقدمة سواء كانت الأمنية لترافقهم إلى سكانهم والترتيبات من قبل الشركات إلى جانب أبرز ذلك الوزارة الصحة السعودية تدخل هذا العام بمنف كبير وقوي من النواحي الخدمية الطبية العلاجية المجانية كذلك التقنيات في هذا الخصوص مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هنا من داخل الحرام المكة الشريفة الدكتور عبدالله الحارثي استشاري طوارئ ومدير مستشفى جياد والحرام ياهلا مرحبا حياكم الله دكتور وجود موفقة يبدو لنحصل الحديث حول المنطقة المركزية التي هي موقع الكثافات وقدوم الحجاج طواف القدوم الحجاج وكذلك أيضا المناسك التي يقدمونها قبل طلعهم للمناسك بلا شك أول شيء سلام عليكم ورحمة الله بلا شك كثفت وزارة الصحة كافة الجهود لهذا الموسم بلا شك كونه يتزامن مع فصل الصيف في المنطقة المركزية تركزت الخدمات وتمضاعفتها وخطط معدة مسبقا بدروس مستفادة من موسم سابقة في كون مستشفى جياد يغطي المنطقة الجنوبية مستشفى الحرام كذلك بسعة سريرية تفوق 90 سرير بقوى عاملة على مدار الساعة وبمتابعة حثيثة من تجمع مكان المكرم الصحي كل الخطط تركزت هذا العام على خدمة الطوارئ والعناء المركزة كذلك بما يتزامن مع فصل الصيف وضربات الحرارية وجاهزية المناطق لاستقبال مثل هذه الحالات ونستغل هذه الفرصة في الإشادة والتنويه لضرورة استخدام المضلات الشمسية أثناء أداء مناسك الحج يبدون أن هناك جهود أخرى مقدمة من الجانب التقني من الجانب التقني بلأشيك الطب الاتصالي للسكتات الدماغية حيث يتم طلب خدمة الطب الاتصالي من المنطقة المركزية أو من المشاعر مع طبيب مختص خارج المنطقة المركزية لاتخاذ القرار الطبي في حالات الجلطات الدماغية كون العامل المهم في ذلك هو الوقت كذلك الملف الصحي الموحد لربط المعلومات الصحية للحجاج والمعتمرين كذلك حيث يتم الاطلع على كافة المعلومات والإشارة يضع أيضا في هذا الجانب إلى الربط أيضا في الأنظمة الصحية مع الجواز الصحي بلا شك حاليا في بدء هذا الموسم مع حجاج دول اندونيسيا وماليسيا كل ذلك يخدم في تجويد ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للحجاج بمشيئة الله المستجدات أيضا في عملية سرعة إسعاف الحالات الطارئة لأقدر الله في داخل الحرام المكي الشريف من تواجد الحجاج وإسعافها بشكل سريع بلا شك هناك خطط للإخلاء الطبي في المنطقة المركزية معدة وبدروس مستفادة من الموسمة السابقة إما عبر الإسعاف الأرضي كذلك تم استحداث هذا العام الاستخدام الإسعاف الجوي بالمهابط المحيطة بالحرام المكي ولأول مرة كل ذلك يساعد في سرعة إخلاء الحالات الحرجة وتقديم العناية الفائقة والخدمة الصحية بجودة عالية بإذن الله متوسط الأعداد التي تريدكم إلى مستشفيين الكبيرين اللي في حول الحرام المكي الشريف وكذلك ما هي أبرز الحالات التي تأتي دائما دوريا في هذه المستشفيات؟ بلا شك مع كثافة الحجاج وارتفاع العداد عن عامة السابقة تتجاوز بشكل يومي الـ 1500 حاج تقدم لهم كافة الخدمات الرعاية الحرجة وكذلك عدمات العنات وخدمات الطوارئ أيضا فالأعداد متزايدة عن العام الماضي وكل ذلك يرافقه أيضا في خدمات وتوسع وتكثيف للجهول إن شاء الله كل ذلك لضمان حج آمن وصحي لحجاج بيت الله الحرام هناك فرق نشاهد دائما متوزعة في أطراف صحة الحرام وكذلك التواجد في منطقتين المسعى والمطاف هذه بدورها كيف تصفها دكتوري؟ يعني أعمالها ومهامها تتكامل الخدمات الصحية في المنطقة المركزية وخلال موسم الحج وزارة الصحة، زملاء في الهلال الأحمر، القطاعات الأخرى المشاركة تتكامل فيما بينها لتقديم خدمات صحية مميزة إن شاء الله متواجدين في المنطقة المركزية وأيضا في المشاعر المقدسة بهدف واحد إن شاء الله حج آمن وصحي أعطيكم العافية دكتور عبدالله الحارثي استشاري طوارئ ومدير مستشفى جياد وأيضا الحرام شكرا جزيلا لكم هذه صورة من صور الخدمات الطبيعية التي تقدم في المنطقة المركزية بشكل عام يعني في المشاعر المقدسة اليوم السعودية أمامها حراك كبير جدا في عملية ترتيب أوراقها الآن الحافلة تتأهب بعد مغرب هذا اليوم أو العشاء سوف هناك من جنوب آسيا وعدد من الحجيج سيتجهون إلى مشعر منا بإذن الله تعالى وتستمر عبر جداول معينة حتى يوم غدا إن شاء الله يوم التروية حتى يكتمل عدد حجاج إن شاء الله في تصعيدهم والمبيت في مشعر منا تجهزا لصعيد عرفات الطاهر نعم من مكة مراسل الشرق هناك خميس الزهراني جزيل الشكر لك ترجمة نانسي قنقر